اشتركوا في القناة ويقدروا يكونوا سلوك إيجابي لدى الطفل كتير من المشاكل اللي بنشوفها عند الأطفال بسبب طريقة معاملة الأب والأم أو تربيتهم الخاطئة لجأ الكثير من المتخصصين للتوعية والتعريف بإيه هو السلوك الصحيح وإزاي بيتكون السلوك وإمتى بيتكون سلوك الطفل عشان نلاحظ في المراحل البدائية في فترة غالما من سنتين لست سنين إن سلوك الطفل في هذه الفترة بيتكون وبعد كده بيتكون عنده سلوكيات زي الكذب أو الصدق الأمانة أو الخيانة الحب أو الكر ببساطة شديدة بتتكون المشاكل النفسية أو طرق المعيشة السليمة في بدايات حياة الطفل وطريقة نشأته عشان نتكلم عن السلوك وإزاي نعدل سلوك أطفالنا وإزاي نواكب أفضل الطرق الحديثة في تربية الأبناء كونوا معايا واحدة من أبرز المتخصصين والمميزين في مجال تعديل السلوك أستاذة شامعة عطية برحب بيك أهلا بيك منوران دائما شكرا منتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو تعديل السلوك أو تعديل سلوك الأطفال عن طريق الأباء والأمهات في البداية كده إيه هو السلوك أو مفهوم السلوك هوا عمتا سلوك الطفل يعني بيبقى راجع لشوية حاجات إنه هو من البيئة المحيطة به أنا بتعلم من ماما ومن بابا بتعلم من المدرسة بتعلم من المحيطي من قريبي من الإعلام هل أنا بقى بعلم الطفل السلوك الإيجابي بربيه على القيم والمبادئ والأخلاقيات بزرع فيه المهارات اللي يزمة عشان أقدر أطلع منه السلوك الإيجابي المطلوب ولا مثلا باهتم بالإجباع الاحتياجات المادية زي الأكل والشرب والمدارس وهكذا يعني إحنا محتاجين نربي قيم مبادئ أخلاقيات حتى نقدر نطلع السلوك إيجابي خبير طيب عشان أنا أعمل ربي قيم مبادئ وأخلاقيات أعمل ده إزاي؟ أول حاجة القدوة يعني أول قدوة في حياة الطفل هي الأب والأم لازم أتعامل مع الطفل طول الوقت بالقيمة اللي أنا عايزها تكون فيه أنا عايزة مثلا ابني يكون كريم عايزة ابني يكون معطاء عايزة ابني يكون قوي شجاع لازم أنا أتعامل بالصفات دي طول الوقت معي أتعامل بها مع المحيطين بي لازم ما ينفعش أبدا الطفل هيكتسب منين هيعرف منين أصدق التربية بالقدوة بالقدوة ده أول حاجة أول ده نمبر ون أصلا في اكتساب القيم الأخلاقيات السلوكيات الإيجابية كلها رجع منين؟ من الأب ومن الأم ده نمبر ون أول حاجة أو الأساس في حياة الطفل حاجة تانية الكارتون الكارتون مؤثر يعني كبير جدا في حياة الطفل لازم أن أنا أعلم الطفل إزاي أصلا يختاري الكارتون اللي يتفرج عليه وأنا أكون يعني معاه وهو بيشاهد الكارتون وأختاره كارتون مفيد بيعلم قيم وأخلاقيات ومبادئ معينة مثلا عايزة أعلمه صفة القرم أو العطاء أو زي القيم اللي احنا تكلمنا فيها من شوي أو الصدق أو الأمانة أو الحب في يعني عايزة أقول له حضرتك يعني كارتون كتير جدا مفيد بيعلم القيم دي ليه مثلا إحنا مش بنهتم من إحنا نفرجه على الحاجات دي ونتفرج مثلا على كارتونات يعني ممكن تكون مؤذية كمان للطفل يعني فيه أصلا حضرتك دلوقتي كارتون موسيق للأطفال بيعلمهم أخلاقيات مش كويسة وبيظهر فيها يعني تعديات وإزاءات كتير جدا تيهز الطفل لازم نلاحظ إيه الكارتون الطفل بيتفرج عليه ويكون بيغزي عنده قيم معينة تكون من أكتر الحاجات المؤثرة فيه جدا فيه حاجات كتير طب قبل من ننتقل النقطة تانية النقطة دي مهمة في بعض الأباء والأمهات عايزة تقلص من ابنها أو بنتها فتقوم سابقا طول اليوم يتفرج على كارتون هنا بدل ما بتكون عنده قيمة إيجابية ممكن تكون عنده قيم سلبية بالضبط بالضبط هو ده راجع لإيه؟ راجع للأسف لإهمال إهمال مثلا الأم والأب اللي في تربية الأبناء وراجع لحاجة تانية الاستسهال يعني أسهل حاجة إيه؟ أقعد قدلت لابتوب أو التاب وتفرج عليه ودلوقتي الاستسهال فيه تربية سهلة وفيه تربية صعبة تاخد مجهود ولكن دائجها عظيمة أنا عايزة ابني يطلع إزاي؟ هل أنا مستسهلة؟ فأم أحطاه قدام القرطون بديه له التابلت بديه له الموبايل قاعد عليه 24 ساعة وأصلا يكون الطفل يعني ممكن يكون قبل السنتين ونبدأ يتفرج على الحاجات دي ويقعد قدامها بوقتها طويل جدا ده ده معناه إيه؟ ده استسهال يعني أنا مش بوجه لوم للأباء والأمهات مش قصدي خالص وليه ما نوجههمش لوم يوصي شهيمان؟ لا أنا نوجه لوم لوم يعني بيغلط يتوجه له لوم لا لا ليه لا؟ لا عشان هم برضو يعني بيعملوا قدر استطاعتهم يعني كل أم وكل أب ليه قدر استطاعتهم؟ كل أم وأب عايزين ابنهم أحسن طفل أحسن حد في الدنيا أحسن منهم هم شخصية؟ لا تؤخذوا الأحلام وبالتمانية يا أستاذ شباق؟ لازم ناس تسعى وتتابع وتستشير متخصصين عشان توصل النتائج يعني هو أكتر حاجة بجد يعني هتقدر تفيد أطفالك بما أن كل أم وكل أب بيهتموا أن ابنهم يطلع صالح قوي شجاع مسؤول معتمد على إزايته كل استفات الإيجابية دي ونجح في دراسته وفي علاقاته الاجتماعي ومحبوب أنا لازم أتعب أكيد أنا لازم أتعب لازم أغرص فيه قيم والمبادئ أكون أنا القضغة لي أعلمه أكون دايماً أوجهه بشكل غير مباشر أدعمه أشجعه أكفقه عند السلوك الإيجابي أنا كده بغزي عنده إيه كل حاجة إيجابية ما تسهلش طبعاً وأقعده قدام الكرتون بالأوقات الطويل يبقى ساعة بس بالكتير قوي في اليوم ساعة في اليوم ده أقصى حاجة مش 8 ساعات ولا 12 ساعة للأسف يعني ما تنزلش شغلها والسيو 8 ساعة حتى يعني لو كان الكرتون مفيد أقصى حاجة ساعة في اليوم وأقصى حاجة ساعة في اليوم طيب وإحنا نتكلم عن من ضمن المبادئ لفت نظري فكرة السواب والعقاب هي كلمة تكاد تكون في ظاهرها جملة جميلة السواب والعقاب طريقة تنفيذها واستجابة الآباء والأمهات لتنفيذ السلوك ده بشكل صحيح إزاي؟ هقول لحضرتك على حاجة يعني السواب والعقاب يعني زي ما يكون كده ليه قوانين أي وقوانينه بقى أقول لحضرتك دلوقتي يعني ما يفعش حاجة اسمها أعقب الطفل بس يعني في دلوقتي لأ وكمان أنا عايز أفعل طريقة العقاب أقول لحضرتك يا دي بفعلا نقطة مهمة جدا 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 يعني أنا يعني عايز أقول لحضرتك أغلب الرسائل اللي بتجيلي على الصفحة على الفيسبوك أعقب ابني إزاي؟ أضربه إزاي؟ أضربه إزاي؟ فيش غالي في إزاي؟ أنا بقول لها حضرتك إحنا ممكن يعني ممكن نقول أعلمه إزاي؟ اربيه ازاي? اوجهه ازاي? مش عاجبه ازاي? يعني احنا مش هدفنا. وسائل الدرب. اه احنا مش هدفنا نعاقب احنا هدفنا نعلم ربي نوجه. انا انا جايب الطفل عشان يعني يكون سعيد في الدنيا وناجح. مش جايبا يعزبنا. احنا كلنا يعني ايه? مش هنقول ان احنا تربينا تربية مسالية. ولكن احنا عايزين احنا افضل حاجة. افضل حاجة. في اول حاجة في السواب. كل عقاب السواب اه يعني في منه نعين. مادة ومعنوي. طبعا يعني عايز اقول هارتك يعني الثواب المعنوي من اكتر حاجات مؤثرة في التفقية. دول كلام الحل. كلام الطيب. الدعم. التشجيع. التفلى هيعمل ايه? لما انا ادعمه واشجعه عند كل سلوك ايجادي بيعمله. هيكرر السلوك مرة تانية عشان يسمع كلمة حيلة تانية. عشان يتشجع تاني بماما. تنحس بالقبول. يحس بالتقدير. اه هنيجي عند حاجة تانية فيه برضو ثواب مادي. زي ايه? زي مثلا اجاب له لعبة بيحبها وبينتظرها بيقاله فترة. اه مثلا هدية نفسه فيها. خروجة حلوة. افرجوا على الفيلم الكرتوني اللي بيحبه. اه خليوا مع الاطفال مثلا اللي بيفضلهم وبيحبهم. اه يعني فيه فن للدعم وفن للسواب وفن برضو للعقاب. هتكلم بقى دلوقتي عن العقاب. ايوا. طيب اه قبل ما نتكلم عن العقاب. اه. الناس بتطلع الاطفال غريبا اولا ما بيكبروا وبيخشوا مرحلة المراقب وجعانين يسمعوا كلام حلو. هل لف سبب ان هم هم صغيرين ما اسمعوش اي كلام حلو اصلا? بالضبط. هوا حرمان عاطفي. هم. عندهم حرمان عاطفي. فنديهم هم صغيرين عشان ما ياخدوش من بره لما يكبروا. بالضبط يعني. نيجي بقى للنقطة السؤال اللي الام هاد بتسأله واشنا مش عايزين نعمله. العقاب. ازاي نعاقب الطفل على حسب مراحل العملية بتاعته. اولا حضرتك. اه. اه. اول السب والضرب. ما شاء الله وانا ما يعملوش غير كبه. اه. يعني انا لازم ابعد عن السب والضرب. لازم ابعد تماما. ليه? يعني انا هقول له هاردك ليه? اكتر حاجة بتدعي بشخصية الطفل. الضرب والسب. والاساء اللفظية والاساء الجسدية والزعيق والصوات العالي. يفقد شخصيته. يفقد قيمته ازايتية. يدعي بثقته بنفسه. اه يطلع هاش اه نفسيا. يطلع مش اجتماعي. خايف من كل الناس. اه مش ناجح في دراسته. مش ناجح في حياته. اه مش ناجح الدراسيا. ويجي بعد كده يلموه. هو انت ليه مش ناجح. هو انت ليه مش اجتماعي. هو انت ليه مش. ليه مش زي الناس بتكلم وتخرج وتهزر وتتحك. ليه مش وصك في نفسك. اه. يعني ماما وبابا انتو عملتوني ازاي? انت ربطوني ازاي? يعني هي دي اهمها. الطريقة اللي انتو ربطوني بيها هي اللي انا اطلعت لكم بيها. بصد. كويس. طب انا في نقطة مهمة هنا. اه. مش بلساني بقى. بلسان كل الامهات اللي بتتابعنا. ابني عنيد وقاليل ادب وبيشتم وبيتخانق وما بيسمعش الكلام وبيكسر ويشأي. ازاي ما اضربوش? هي ده السؤال اللي جوه كل واحد. ايه بقى العلاج? تحكم في العصبية. اه. لازم الام تتحكم في عصبيتها. ليه? الامة اصلا مضغوطة نفسيا. يعني انا عشان كده بقوله حالاتك من شوية. احنا لدينا نعذروا الامهات والاباء لانه هم يعني اه بيعملوا قدر استطاعتهم. معذرين نفسيا. عندهم ضغوط في حياتهم. ممكن تكون عندها خلافات زوجية. ممكن تكون عندها خلافات مع اهلها. ممكن تكون عندها مشاكل مادي. كل ده عندها وبتبقى تتعامل مع الطفل وبيعاند وبيبقى شاقي والعرف ايه? تبقى عندها قدرة نفسية. طيب ولي بيعاند اصلا? ايه? هو اللي بيعاند وليش ايه? وليه بعانيد وليه بيشتب? ليه السبب? هقول لحضرتك. اللي عند سببه اه ان انا عايز ابقى شخصية مستقلة. اه. وهي مش عاوزة افت تديله على كلها. اه. اه. انا عايز ابقى مستقلة. ده بيبدأ بعاند. ده اقول لحضرتك من امتى? من سن مثلا اقول سنتين سنتين ونص. انا عايز ابقى مستقل يا ماما انا كبت. اه. يعني خالص ما مش اخد المشهر ضع بقى. واخد. اه يعني خليني اعمل حاجات انا اقدر عملها. اه. اه. وخلاص هابقى يعني كل حاجة هيبدأ يعملها بنفسه. خلاص انا هابقى مستقل يا ماما. هيبدأ يقول لها ايه? لأ. انا اقول لحاجة. الخط يعني انت جاي تقول لي لأ وانت عندك سلاتين ونص تلات سنين. اه. اول كلمة بتنطقها لأ. اه. هو عايز يبقى مستقل واعتمد على ذاته. اه. عنده شخصية. وكلما اكتفل كان اشجع. كلما كان لأة اسرع. اه اتعامل مع الموقف وليس الطفل. اتعامل مع مع الموقف ان انا يعني ايه اتب له مساحة من الحرية حسب عمره. مم. كلما كان عمره اقل كلما هتدي له مساحة اقل. كلما كان عمره اقسر كلما هتدي له مساحة من الحرية اه. اه. اه اه. اتنين اخوات في بيت واحد اخوك اشطر منك. عودتك بقى زيه. اختك اشتر منك عاوزك يتوبقي زيها. ففكرة المقارنة بتنمي سلوك ايه? ما بين الطفلين. طبعا. ودي من اشهر الحاجات على فكرة. صح. صح. عند عندك حق يعني المقارنة يعني اكتر الحاجات بتدعف الثقة بالنفس عنده طفل. بتخلي فيه غيره بين الاخوات. اه بتخليش الطفل عدائي تجاه اخواته وتجاه والده والدته. ليه? لان هيحس ان هو اقل. حس انه مزدق اخته مزدق اخوه. وده بعد فكرة مش هيدعم عنده السلوك الايجابي او هيخليه احتر او افضل. او هيحفزه انه يعني يتحرك اكتر. لا ده هيتعبه اكتر. هيحس انه اقل. فانا اصلا كده كده اقل. وكده كده مش نافع. وكده كده انا مش كويس. خلاص بق مش عامل حاجة. خيس. ولما ييجي بقى يقعد ومش عامل حاجة هتقول له انت بتعملش حاجة اللي هو انت مش كويس فعلا. بتبدأ اتأكد عنده برضو فكرة. اللي قال. لأ ما نقارنش خالص. كل طفله دي قدراته. كل طفل دي سيماته الشخصية. كل طفل دي دماغه وعقليته. كل طفل مختلف. ميفاش خالص اقارن لان مفيش اصلا مقارنة. كل طفل دي يعني تركيبة. عالم تاني. كل واحد دي تركيبة. ميفاش حتى يعني ممكن يعني ام تكون عندها طفلين بتتعامل معك. متوام. وتوام. ممكن مع مختلفين. طبع. طبع. طبعه. طبع. وفي التصرفات وفي الميول وفي كل شيء. طبع كلمة. طبع. 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 فانا من فاش خالص اتعامل اصلا بنفس الطريقة. لانة كل طفل مختلفة عنه. احنا وانحنا بنتعامل مع الناس عموما. يعني بتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة. كلمة. ام. بالك within كل بسلا حد بتعامل معاك بشكل مختلف. وقزي من المهارات الشخصية. بالضبط. فانا ابدأ ان انا اتعامل بهذه الطريقة ان انا ما اخليش فيه مقارنة نهائي كل طفل اتعامل معه بالطريقة اللي تناسبه وبالطريقة اللي يفضلها مش الطريقة اللي انا شايفها مناسبة. مهم ان الطفل يطلع كويس. يعني نستشير في طرق التربية الحديثة للطفل عشان نطلع اطفال مش معقدين عندهم ثقة بنفسهم عندهم عاطفة جيائشة كده مش جيين يعني شبعانين عاطفة مش شبعانين اكل وشونة للأسف اغلب الامهات والآباء بيهتموا بالاحتياجات المادية اكتر من الاحتياجات العاطفية. يعني انا كنت كتب بوسط على البيت explosive عن صفحة بتاعتك. اه. اه. عن الموضة ده الامهات والآباء بيهتموا في الاحتياجات المادية اكتر من العطفية وان احتياجات العطفية والله يعني عايزة اوضح لحررتك نقطة احتياج عاطفي واحد غير مجبع يسبب ممكن عشر سلوكات سلبية يبضلوا يعانوا من الموضوع ده يمكن يكون احتياج عاطفي واحد بس غير مجبع ده الامان ده الاهتمام ده التقدير الاحترام ده ندور سلوكات سبية كتير جدا طب قبل ما نكمل خلنا اخطو الاتليفون أستاذ صغر السلام عليكم السلام عليكم أهلا بيك تفضلي وانا عندي بنتي عدها ست سنين ويضع ايضا عالقرطان ويبطلق جدًا بيمنه اعمل معها ايه يعني تأملي معها ايه من ناحية ايه يعني هي بتطلق تفرج على القرطان خايفة لتطلع ما تعرفش تتكلم يعني خايفة تطلع لما تكبر ما تعرفش تتكلم اللي هي بتفرج على القرطان كتير لا لا ايضا عن القرطان الموضوع طب بتقعد وقتها قد ايه يا اصلي سارة تطلق ساعتين معي يعني زوجة تفرج معها التليفون تخد منه التليفون حتى تخد التليفون من مبغاها لا ما فيش درر ما فيش درر خالص أستاذة شايماء هترد على حضرتك شكرا لاتصالك يا أستاذة سارة ابنها ست سنين بيقعد مع ابن عمها بيتفرج على الكرتون فترات طويل هي خايفة ان ابنها بنتها لما تكبر ما تعرفش تكلم بسبب الفرجة على الكرتون الكلام ما ليش علاقة بالفرجة على الكرتون خالص عايز اقول حارتك ان هو احنا بنعمل النظام لعينا يعني هم كده كده هيتعاملوا بالعالم على العالم الخارجي هيتعامل مع قريبه ويتعامل مع أصدقاء ويتعامل هيشوف عالم خارجي غير بابا وماما فأنا أعمل له النظام مثلا يا حبيبي انت ليك ساعة واحدة في الكرتون في اليوم مش هينفع ننقض مثلا أكتر من ساعة خلاص هي بالنظام وبالحزم الحزم معناه بقولهم الحزم مش معناه العون الحزم معناه الجدية يعني خلاص احنا التفعله ده قانون مشين عليه ساعة في اليوم اياه ساعة في اليوم ما استجبش؟ لا نعمل إيه؟ لا لينا بقى هنا بقى مستخدم بقى السواب والعقاب أيوة ايه بقى هو السواب والعقاب في الحلل زيدي ايه هنا يعني مثلا أنا هقوله حارتك الحاجة احنا اتفقنا النهاردة ان هو يقض ساعة واحدة في اليوم كرتون كوائح لا يا ما أنا هقض اكتر من ساعة او انا مش هعمل دوات هنعرف السبب ليه؟ هيكون مثلا عنده حاجات تانية محتاج يغزيها مثلا محتاج ألعاب محتاج أنشطة تانية هتجاعد مع أطفال ممكن تكون دي الحاجة الوحيدة اللي هو بيعملها في حياته طب يقعد وقته أطول بس يعني ممكن قصة يصار الوسيلة الوحيدة اللي عندي بنتها للتفريغ أو تفريغ تقطها وارد جدا هي مشاهدة الكرتون ما عنداش ألعاب ولا رجاطات والألعاب تماما اه يعني من أكتر الحاجات اللي بتسعيد الطفل الكرتون والألعاب لازم نخلي فيه حاجات كتير جدا متنوعة للطفل بحيث أن هو يبدأ يتكون دي كلها مصادر سعادة لي والله أنا مش هقعد مثلا ساعتين في اليوم كرتون بس هقعد ألعب مع صحابي الأطفال مثلا من سنة عندي أنشطة بأعملها عندي مهارات بناميها عندي قصص مثلا عايزة أسمحها من ماما عندي قاعدة حلوة مع موة ببابا والأسرة عنده حاجات كتير مش خلاص مبقاش دوت يعني الحاجة الوحيدة اللي هو عايش ليها وعايش بيها وتنمي مهارات ألعاب تنمي مهارات كمان يعني في ألعاب تنمي مهارات الزكاء والاستجابة عند الأطفال طبعا طبعا طيب إحنا لو احنا بنتكلم عن سلوك الطفل لفكرة الكدب من أكتر الحاجات اللي ممكن الأمهات تقول أنا ابني بيكدب أو ما بيقولش الحقيقة في كلامه أو في تصرفاته تكري إيه السبب سلوك الكدب عند الطفل وإزاي بيتكون أصلا إزاي بيتكون أنه هو أصلا ما تنميش عنده قيمة الصدق يعني إحنا بنحتاجين ينمي عنده قيمة الصدق من الطفولة إحنا تكلمنا إن إحنا هدين نمي القيمة إزاي إننا أكون قدوة وإن أفلام الكرطم بتتكلم عن الصدق مثلا وأحفز القيمة أشجعه أدعمه أكافؤه لما يتعامل بصدق طبعا من الحاجات التي تخلي الطفل يكدب سبب رئيس الخوف 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 من ماما ومن بابا وخوف من العقاب أنا دلوقتي لو أنا قلت الصدق مثلا ماما قدتلم مين مثلا قصر الألعاب دي أنا مش أنا أنت بتكذب أتأكد بعلي أنت بتكذب أنت كذب فتضرب مثلا ممكن تسيق لي ممكن تحرمه من حاجة مثلا هيحس بألم نفسي وجثبي طب أنا أتجنب الألم النفسي والجثبي إزاي أكذب مش أنا أهرب أكذب أنا مش أنا اللي عملت ده بالآخر بقى تيجي تقوله إيه أنت كذب وتضربه يبقى موضايا زداد فطبعا إحنا أكثر حاجة نتعامل بيها مع حالة ديت إن إحنا ما نصفش الطفل بالكاذب إطلاقا ليه؟ عشان ما أكدش عنده الصفة ما يبقاش ده سنوك متبع طول حياته أبدأ أتعامل معنا نعمل قيمة الصدق أشانجعها أدعمها أحفزه عليها ما خوفوش يكون رضي فعل هادي تماما تماما وأنا بتعامل معاه أو بالذات يعني أول ما يجي يعترف لي بحاجة غلط عملها يعني أنا دلوقتي جيت عترف لي ماما قصرت الكباية ماما أنا وقعت عترفش إيه يكون رضي فعلي هادي جدا ما عاقبش بيكونش رضي فعلي إنفعال يا حظادي لو حاجة مننيش مش هيمفع يعني الموضوع ده عند الأمهات طبعا طبعا مستحيل طيب فكرة الأمهات أحيانا تشتكي من أن طفلي أناني ما بيرضاش يلعب غير بيلعبه لوحده ما بيرضاش يلعب حد معاه لو حد جي البيت عندنا يزورنا وجيمسك اللعبة من اللعب ويصوت ويعيط وما إلى ذلك ويصرخ والموضوع بيقلب طبعا حزن وألم في البيت أنت شايفة إيه سبب الأنانية عند الطفل وإزاي الأب والأم يعالجوا لصفة دي لو الطفل اكتسبها هنرجع برضو لنقطة مهمة جدا إن إحنا عايزين نزرع عنده قيمة العطاقة إن هو يدي لازم يتعلم إن هو يدي والعطاء مش معناه يعني مادي فقط أو مثلا إيه أدي له هدايا فقط أو حاجات مادية فقط أو ألعاب فقط أو حلوة فقط لا العطاء بيكون معناوي كمان كلمة طيبة والتجميع والدعم والحاجات دي كلها لو أنا غزيت عنده القيمة بتاعة العطاء إزاي أغزيها بقى يعني هي وده سؤال مهم جدا إزاي أغزي عنده قيمة العطاء أول حاجة برضو القدوة إن أتعامل معاه بالعطاء يعني أتصرف قدامه بالصفة دي في المناسبات المختلفة أجيب مثلا هدايا رمزية للمقربين ويشوفني يشوفني وأنا بدي المقربين هدايا صادقة زكاء والمساعدة للفقراء مساعدة للفقراء ممكن أجيب مثلا حاجات بسيطة مساعدة للفقراء حسن مقدرة طبعا تحت الأسرة وكده بيروح يدي بنخلي الطفل ياخد الحاجة دي ويروح هو بنفسه يدهلهم يعزز عنده إيه إنه يتعاطف مع الآخرين يكون معطاء يكون حابب إنه هو يشتشارك مع الآخرين ألعابه وحاجته يعني بعد كده وحسب صين الطفل يعني ممكن فيه طفل بصلا بصنة سنة 2-3 ما يعلمش أصلا يعني إيه قمة عطاء ما يعلمش يعني إيه أنانية ما يعلمش يعني إيه حاجات دي كلها كل اللي هو في دماغه إنه هو أنا مش عارف إيه إيه اللي مفروض أديه وإيه اللي العلم كله بتاعي العلم كله ميلكي ده عالمي أو يعني يعني إيه أديله ألعابي يعني هي أديله الحلوة بتاعتي يعني براحها ليه شوية وواحدة وواحدة نعلمه العطاء وإنه هو يتشارك ألعابه حاجته مع المحطين دي كويس يتبرضاه وبكبول يعني مش غرض مش ضربه عشان مش لازم بلاش ده بلاش العصاية بالضغط يعني ومش لازم مثلا يعني إيه لازم تلعبه ولازم تجيله حاجتك وكده هيكره السفر كويس يعني تقريبا بقي ثلاث دايات وقت الحلقة ابني بيعمل مشاكل مع الأطفال ولدرجة أنه بيضربهم والمدرسين بيشتكوا منه أو المدرس بتشتكي منه فإيه سبب العنف عند طفله إزاي عالجه بس في دقيقتين العنف مكتسب 100% 100% شاف يعني ممكن خلافات زوجية بتحصل طبعا في بعض البيوت بالإساءات اللفظية والجسدية شاف أصدقاء في المدرسة أو في الحضانة بتعاملوا بالطريقة دي أفلام كارتون عنيفة بتشجع عن العنف ده حاجة جميلة وبدأ ينفذها ممكن الأولاد أكتر يميلوا للعنف أكتر من البنات لأن الولاد يستخدموا العنف كشيء من استخدام القوة لو أنا قوي لما أبقى عنيف مع الآخرين طبعا ما ينفعش خالص يعني أنا أتعامل بقدامه بالسلوكيات ديت وأبعيده عن أفلام القرطون اللي بتشجع على العنف ولو كبير شوية مثلا خمس سنوات أو ست سنوات يبدأ أنه يدير رياضة تفرق فيها طاقته ويبدأ يتعامل مع الأمور بشكل أهدف جايز في نهاية الفقرات بتاعتنا إيه النصائح أن أنت تحب توجيها للأباء والأمهات عشان يساعدوا أولادهم أنهم يكتسبوا سلوكيات إيجابية واجئة يعني بجد أنصح وبشدة يتعلموا إزاي يتعاملوا مع الطفل الطفل كتالوج كتالوج لو تعلموا الكتالوج بتاعه هيفقوا شفاراته هيفقوا الحاجات اللي ما مش أو بتصرف كده هيفقوا شفاراته استقافة 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 بالتربية السليمة للطفل والتعامل مع الأطفال بجميع مراحل العمرية من زيره لحد ما يوصل لسل البلوغ والمراك ايه تاني اللي ممكن نزوده على النصيحة دي للأباء والأمهات اللي لسه متزوجين حديثاً ولسه ما جابوش أولاد الأب والأم في البداية بقى نلحقهم قبل ما يجيبوا أطفال نلحقهم نلحقهم يامجبوش يانلحقهم احنا عاديين نلحقهم ونلحق أطفالهم براحتهم بقى يعني يتعلموا يامجبوش بالضغط يعني عاديين نلحقهم ونلحق أطفالهم قبل ما يجيبوا العالم يتفقوا على أساسيات التربية مينفعش الأم التعامل بطريقة والأب بطريقة لازم الاثنين يتعاملوا بنفس القسطور بنفس الطريقة عشان الطفل ما يحتلوش عدم اتزان من الصح من بابا الصح والماما الصح فلازم يتطفقوا على أساسيات التربية مع بعض قبل الإنجاب قبل ما يتجاوزوا قبل ما يتجاوزوا أتمنى يعني طبعا الله ما حصلش بعد الزواج وعشان كمان الحماس يكون أعلى كويس أستاذة شيماعطية خصائية عديل السلوك أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتينك أنا مبسوطة أن أنا كنت معاك النهاردة وبجد استفدت منك كثير إن شاء الله شكرا شكرا فينا دايما إن شاء الله شكرا شكرا في كل مكان دي كانت نهاية فقرتنا وقبل ما اختم الفقرة بتاعتنا عايز نوه لشيء مهم جدا إنه احتياجاتنا العاطفية واحتياجاتنا النفسية بتأتي من الصغر لو الأب والأم كان عندهم القدرة على إشباع الاحتياجات العاطفية لدى الطفل يعني يقول له أنا بحبك أنا عارف أن أنت بتحبه والله يعارف أن أنت بتحبه بس هو ما يعرفش ده فقول له أنا بحبك قل له أنا بقدرك قل له أنا بحب شكلك بحب تفاصيلك بحب طريقة كلامك بلاش تخليه أنتظر الكلام ده لما يكبر شوية من بره حبوا أولادك وقول لهم أن أنت بتحبوهم دي أول حاجة تاني نقطة التعليم بالقدرة هو أحد أفضل وسائل التربية الحديثة ما تطلبش من ابنك إنه يكون صادق وإنت بتجدب قدامه ما تطلبش من ابنك إنه يكون معطاء وبيشارك الناس حاجاته وإنت أصلا قدامه وإناني في حاجتك وفي تصرفاتك وفي معاملاتك لازم تكون قدوة إيجابية اللي أنت بتزرعه في ابنك هو اللي أنت بتلاقيه فيه لا يوجد وسيلة أو لا يوجد طريقة وحيدة من طرق التربية الحديثة بتحس على معاملة الطفل بالضرب أو بالعنف هذه جريمة ابتعدوا عنها عشان ربنا يحسبكم في الدنيا والمجتمع ربنا يحسبكم عنها في الآخرة والمجتمع هيحسبكم عنها في الآخرة إن شاء الله شوفكم في حلقات قادمة أخرى وإلى نلتقي بكم مرة قادمة لكم من كل التحية والتقدير أنا خالد صعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم